يقول أحدهم أحب الليل للقاء ربي وأكره النهار لملاقات الناس اشترى أبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة فقال لها قد اشتريتك فضحكت فحسبها مجنونة فقال أمجنونة أنت فقالت سبحان من يعلم خفيات القلوب ما بمجنونة أنا ثم قالت هل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم فقالت اقرأ عليه فطرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم فشهقت شهفة وقالت يا الله فهذه لذة الخبر فكيف لذة النظر فلما جن الليل وضع فراشا للنوم فقالت له أما تستحي من مولا أنه لا ينام أن تتنام ثم أنشدت عجبا للمحب كيف ينام جوف الليل وقلبه مستهام إن قلبي وقلب من كان مثلي طائران إلى مليك الأنام فأرض مولاك إن أردت نجاة وتجافع عن اتباع الحرام قال النباجي فقامت ليلتها تصلي فقمت من نومي أبحث عنها فإذا هي تناجي ربها ساجدة وتقول بحبك إياي لا تعذبني فلما انتهت قلت لها كيف عرفتي أنه يحبك قالت أما أقامني بين يديه وأنامك ولولا سابق محبته لي لم أحبه أما قال يحبهم ويحبونه يا ابن آدم أهجر فراشك فإن الفراش غدا أمامك يا حبيب القلوب أنت حبيبي أنت أنيسي وأنت مني قريب يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فيما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تقيب فإذا ما الظلام أسبل سطرا فإلى ربي فأتحلم القلوب ترجمة نانسي قنقر